موسيقى زمان كان ادمان الحشيش ادمان بعض المواد المخدرة لكن دلوقتي بقى عندنا ادمان حاجة سيئة للغاية اصعب بكتير جدا من الحشيش هي الاستروكس وده بقى شائع جدا لقيت انه سعر رخيص وفي نفس الوقت بقى متداول ما بين الناس في كل الاحياء وفي كل الاماكن كنت دايما اقول انه سبب مشكلة الادمان هي التفكك الاسري ودي كانت من ضمن المشاكل اللي بتؤدي الى الانخراط في علم الادمان لكن مع الوقت بدأ انه الادمان يضق الابواب حتى في الجامعات وفي المدارس الخاصة وما الى ذلك فطول الوقت بحاول افكر ايه سبب الادمان طب ايه هو الادمان اصلا طب امتى اروح لدكتور او امتى الاب والام يلحظوا علامات على المريض او الشخص المدمن فيقول ان هو ده ممكن يكون بيعانم الادمان فيتوجهوا به للعلاج وهي افضل الاماكن او هي الاماكن اللي انت ممكن تروحها تساعدك في علاج الادمان كل ده نتكلم فيه النهاردة مع الدكتور احمد العهود اخصاء الطب النفسي مستشفى العباسير صحيح نفسي دكتور رحم براحب بك اهلا براحب بك سعيد انا موجود معك الادمان انا شايف ان هي الكارسة الكبرى والعظمى طول ما الناس مش حاسة ومش عارفة يعني ادبان ومش عارفة مشاكل الادمان هتفضل المشكلة مسيطرة ومستمر ايه والادمان في البداية مهم جدا ان احنا نسلط الضوء حوالي مشكلة الادمان ونتكلم عنها بشكل بسيط وبنوع من التفصيل شوية علشان توضح الصورة وكتير من المشاهدين يدركوا حجم المشكلة خطر بداية انا حابين نتكلم عن يعني ايه ادمان الادمان بمفهوم عام هو مرض مزمن متفاقم المفهوم ده مفهوم شامل ويشمل كتير من السلوكيات اللي بنسميها احنا سلوكيات ادمانية بمعنى ان الادمان سلوك مش متعلق بحاجة معينة مش متعلق بمادة معينة ولكن هو سلوك متكرر تقرار الفعل باستمرار سلوك متكرر متفاقم بيزيد حدته باستمرار المدمن ما بيقدرش انه هو يسيطر على الامور ليه بعض الاعراض اللي هنتكلم عنها بشكل من التفصيل ترح انت شايف ان الادمان ده جريمة ولا شايفه خلل سلوكي مثلا في الاخلاقيات وانه بنطلق عليه مثلا انه نقولها ليه ده قليل ادب ده بيشرب مخدرات ولا انت شايفه مرض يحتاج الى التدخل العلاجي طيب خلينا قبل ما نحدد الجزئية دي ونتكلم فيها بالتفصيل نتكلم حاولين نقطتين مهمين جدا كتير من الاهالي واولياء الامور والمجتمع بينظروا نظرة للادمان على ان الادمان مشكلة كبيرة جدا جريمة على انه قلة ادب على انه قلة ايمان على انه سوء تربية والحقيقة ان ده الى حد ما فيه جزء منطقي بالضبط ليه لان الانحرافات السلوكية اللي بتحصل مع مشاكل مخدرات واللي بتمثل عرض من الاعراض اللي احنا بنركز عليها انحرافات سلوكية كبيرة جدا المدمن ممكن يقتل ممكن يسرق ممكن يكسر ممكن يخرب يختصب يعمل مشاكل كبيرة جدا الجزء التاني ان احنا ارتبط في ذهننا ان كلمة مرض معناها انه بيعفي من المسئولية ولكن احنا عايزين نصحح الجزئية دي انه مش معنى كونه مرض نفسي انه بيعفي عن المسئولية بيعفي من المسئولية لكن المدمن مسئول مسئولية كاملة تماما عن ادمانه ولكن معنى انه مرض ان احنا هنفصل دلوقتي ايه اللي بيحصل للمدمن بعد ما يبتدي يتعاطى المقدرات طيب دلوقتي عندي شخص في بداية الادمان ايه هي العلامات اللي تظهر على الشخص المدمن في البيت اقدر الحقه من البداية قبل ما ينخرط ويكون مدمن دلوة سنة تلاتة اربعة خمس سنين يعني فيه ناس بنعرف ان هاي مدبنين بعد خمس سنين والاهل مش ملاحظين فكرة الادمان ايه هي العلامات اللي قدروا لاحظ بها لها تمام الادمان بيبتدي مبكرا جدا من بداية مرحلة المراحقة بيبتدي الادمان مراحلة المراحقة تقريبا بتبتدي عند سن من 11-12 سنة في الحدود دي بيبتدي الاهل يلاحظوا بعض التغيرات السلوكية والعاطفية والافكار عند المراحق الافكار والسلوكيات المتغيرة دي بنوصف احنا في توصيف كده ان المراحق بيحاول يبحث عن نفسه عن ذاته بنسميها احنا توكيد الذات انه يبتدي يبقى يوسع دايرة خصوصيته انه بيعمل كل حاجة في سرية او في شكل ما من السرية يبتدي انه يغير في اصحابه الادام ويبتدي يكون اصحاب جداد يبتدي يتغير طبيعته او العادات اللي كان متعود عليها باستمرار في النوم في الاكل في حياته الاجتماعية بشكل عام تبتدي تتغير يبتدي عنده نوع من اللام ولا انه هو دكتور احمد خلينا اعطعك بس ما اعطعك في جزء خاص بالمراهق كل المراهقين سواء مدمنين او غير مدمنين بيعملوا اللي هو عايز يحس بكيانه وبشعوره لا ايه العلامات الواضحة والصريحة والمباشرة اللي انا لما شوف ابني ده فحس انه فيه خطر انه ممكن فعلا يكون دخل فيه اتجاه الادماء تمام طلب الفلوس الكتير انه يبتدي مستوى المادي اللي هو بيطلبه باستمرار في تزايله يعني انه على طول طالب فلوس على طول معهوش فلوس على طول ممكن يكتشف الاهل ان فيه حاجة نقصة من البيت ان فيه حاجة انه هو باع موبايله من غير سبب واضح انه هو يبتدي يعمل سلوكيات منحرفة كتير يجذب كتير يبتدي ينفعل بصورة كبيرة جدا انه هو يبتدي يمد ايده او ياخد حاجة من البيت يسرقها انه هو كمان اكتر من كده يلاحظ الاهل عليه بعض التغيرات الفيسيولوجية يجيله فترات كتير بيجيله بعض الاعراض البدنية الشبيهة باعراض الانسحاب واللي هنتكلم عنها بالتفصيل طيب دلوقتي فيه حاجات بتظهر على العلامات بتظهر على الواجه ايه العلامات اللي انا لما شوفها حس يعني ممكن فيه مدمن لسه في البداية بس المؤثر فيه بشرته مؤثر في درجة اللون مؤثر في الاكل لما بيجي ياكل ايه الحاجات اللي ممكن الاهل ياخد بالها بنافع المؤثر المخادرات كلها بشكل عام بتعمل شكل كده من فقدان الشهية يبتدي يحصل تغير في شهيتي للأكل سواء زيادة اوي او معص اوي يبتدي يخس يبتدي يحصله باستمرار لو هو بيمر باعراض انسحاب اعراض شبيهة باعراض البرد مغس مستمر اسهال مستمر تكسير في العظم مشاكل في النوم باستمرار ما بيعرض نحرفش يدخل في النوم بسهولة الا لما بياخد المادة المخدرة بتاعته على طول بيبقى عنده بعض المشاكل السلوكية اللي زي ما قلنا بينفعل بسهولة جدا بيكسر بسهولة جدا على طول كده يعني زي ما بنقول كده لو حددسله على طرف الدنيا بتتكسر قدامه او الدنيا بتتخد قدامه في بعض المدمنين او معظم المدمنين كل واحد بيدمن نوع مختلف من انواع المخدرات وفيه ناس بتدمن اكتر من حاجة يعني زي ما بيقول كده اللي يلاقي قدامه يقوم واخده سواء بقى حاجات كيميائية او سواء احجيش او ستروكس او ما الى زالة لو حبينا نصنف المخدرات لأكتر من صنف وازاي نتعامل وايه اخطر الاصناف المخدرة وايه اخطر الاشخاص اللي بتعاطي المخدرات تمام المخدرات بشكل عام بتتقسم لمجموعات كبيرة فيه مجموعات منشطة او مجموعات منبهة وفيه مجموعات مهدئة وفيه مجموعات مهلوسة تمام الاختلاف ما بين انواع المخدرات عن بعضها ما بيفرقش معانا كتير الا في فترة اعراض الانسحاب ان اعراض الانسحاب فيه منها اعراض الانسحاب بدنية وفيه منها اعراض الانسحاب نفسية فدرجة ادمانية المادة نفسها بتختلف برضه من شخص للتانية ومن شخص للتاني وعلى الأساس ده بيكون الخطة العلاجية اللي بنحددها نشوه طيب أنت شايف إنه مين أخطر أنواع المدمنين اللي بيتعطوا إيه في الفترة الحديثة ابتدى يظهر مجموعة من المخدرات اللي بنسميها إحنا مخدرات مصنعة أو مخلقة ودي مشكلتها في حاجتين المشكلة الأولية إنها بتسبب أمراض نفسية بنسميها إحنا أمراض زهانية إنه يبتدي يهلوس يبتدي يجيله بعض الضلالات أو الأفكار الغلاط إنه هو يبتدي يكسر ما يبقاش مدرك اللي حواليه بشكل كبير ومشكلته الثانية إن الاستروكس ده مش معروف مكوناته إيه بيبقى خليط من مجموعة من المبيدات الحشرية على مجموعة من الأدوية على مجموعة من المخدرات المختلفة بتعمل زي خلطة كده بتدخل المضمن في دنيا تانية خالص المشكلة في الليستروكس تحديدا إنه رخيص جدا يعني سعره في السوق تكاد تكون عشرة جنيه أو أقل وبالتالي بيبقى سهل إنه الناس تستخدمه سهل الحصول عليه سهل الحصول عليه بشكل بسيط جدا يعني تشايف إنه الأهل يعملوا إيه عشان يمنعوا الأولاد أو الطريقة اللي هم يقدروا يمنعوا ابنهم من الوقوع في فخ المخدرات أصلا تمام أول حاجة إنه إحنا نبقى فاهمين يعني إيه إدمان ويعني إيه مرض الإدمان ونبقى عارفين إنه فيه طرق للعلاق تاني حاجة إنه إحنا نبقى واخدين بالنا كويس قوي زي ما تكلمنا على مرحلة المراقة إن أولياء الأمور والأهالي التدخل المبكر وإنه إحنا نلاحظ كل الأعراض اللي إحنا تكلمنا عنها من شوية مهم جدا علشان نقدر إنه إحنا نقوي أبنائنا من الدخول في مشكلة المخدرات علشان نوضح للأهل أو للمشاهد إيه مشكلة الإدمان دي أو يعني إيه مرض الإدمان مهم إنه إحنا نعرف إنه فيه تغيرات بيولوجية بتحصل نتيجة الإدمان أو المخدرات فيه عندنا حاجة ربنا خلقها لنا كده اسمها نظام المكافأة يعني إيه نظام المكافأة؟ يعني أنا عملت سلوك فالسلوك ده حقق لي شكل ما أو نوع ما من الارتياح الارتياح ده إنه حققت الرغبة اللي أنا عايزها من السلوك فبيفرز نقل عصبي اسمه الدوبامين دوبامين ده اللي هو مشهور باسم هرمون السعادة تمام؟ مسؤول عن تنظيم نظام المكافأة ده أو الريورد سيستيم وتنظيم المشاعر وتنظيم العواطف فبالتالي السلوك اللي حقق لي الحاجة اللي أنا عايزها أو النشوة اللي أنا عايزها بحتاج باستمرار أن أنا أكرره نقرره زي الشوكولاتة مثلا أنا محدة بياخد شوكولاتة بالضبط كده زي الأم اللي ابنها بيعيط فدت له شوكولاتة فكل ما هيعود شوكولاتة عايط عشان يحصل على الحاجة اللي بتعلم المون ده عنده بالضبط وفي نفس الوقت لو الطفل ده عمل حاجة كويسة فدت له شوكولاتة فهيستمر أنه هو يعمل حاجة كويسة طب إيه علاقة ده بالمخدرات علاقة ده بالمخدرات أن المضمن لما بياخد المخدرات بيفرس كمية كبيرة جدا جدا من الدوبامين ده اللي بتحسسه بنسميها كده انه هو بيوصل للنشوة أو للحاجة اللي هو أخذ المخدرات عشانها بعض الناس بتاخد المخدرات عشان يبقى قاعد كده بيعرف يتكلم كلامه مرتب وهذه المستمتع بعض الناس بياخد المخدرات عشان ينام بعض الناس بياخد المخدرات عشان الجنس أسباب كتيرة جدا لما بيوصل لها المضمن من تعاطيه بداية تعاطيه للمخدرات بيفرس كمية كبيرة جدا من الدوبامين الدوبامين ده بيحقق له النشوة اللي هو عايزها فيبتدي يكرر ويزود السلوك باستمرار المشكلة ما بتقفش عنده هنا المشكلة كمان أن بيحصل حاجة في المخ اسمها داون ريجيوليشن يعني ايه داون ريجيوليشن يعني يحصل تصبيت وتقليل العدد والاستقبال المستقبلات العصبية دي للدوبامين فبعد كده التأثير بتاع المادة اللي كنت باخدها دلوقتي ما عادش جايب النتيجة اللي أنا عايزها فيبتدي باستمرار يزود يزود ويبتدي باستمرار يزود المرات عدد مرات التعاطي وهكذا دكتور رحمد عشان يعني وقت الحلقة بتاعنا مش كبير احنا محتاجين له على المخدرات بس أنا دايما السؤال اللي بيطرح نفسه أنا دلوقتي قلنا ايه هي المخدرات وانواعها وقلنا ازاي نقي نفسنا وقلنا للأسرة كمان ايه هي العلامات اللي ممكن ان يتلاحظها عشان تقي يعني الولد من او المدمن من الوقوع في فخ المخدرات لفترة اكبر دلوقتي انا اكتشفت ان انا عندي احد في البيت مدمن عن فكرة فيه بنات برضو بقى عندهم الادمان زاد لانه يعني زي ما اقول انه فيه حاجات كده يعني التكنولوجيا احيانا بتكون مفيدة في المجتمع واحيانا بتكون مضرة للمجتمع التواصل بسهولة وان المرواح والمجي والقعدة والكلام دي والسفر كمان سهل على الولاد والبنات ان هما يقعوا في الفخ ده فاحنا لاحظنا ان احنا عندنا مدمن اول خطوة ابدأ اعملها ايه في علاج هذا الشخص تمام محتاج ان انا الاحظ اول حاجة الاعراض الموجودة واللي نقدر نلخصها في ثمن اعراض اول حاجة الاعتمادية الجسدية اللي احنا بنسميها اعراض الانسحاب وهنتكلم عن تفصيل اعراض الانسحاب في مراحل العلاج الحاجة التانية انه يبتدي يفقد القدرة في التحكم في الكمية يبتدي يفقد القدرة في التحكم في الاماكن انه كم تعود دايما بياخد المخدرات في الضغط بقدر في العربية وهو سايق بقدر في الشارع فأماكن مختلفة كتير عدم القدرة على التحكم في الجرعات في أنه بقى يزود عدد الجرعات على مدار اليوم بقية المخدرات محور حياته أنه هو طول وقته يأما بيدور على المخدرات يأما بيأخذ المخدرات يأما تحت أسير المخدرات يأما في أعراض انسحاب وده يا دكتور رحمد ممكن أن نقول أنه هو ده السبب اللي بيخلي الناس تموت أوفر دوس اللي هو بيأخذ العينة الزيادة لأنه مش قادر يسيطر ومش قادر يتحكم فيه نشبه احنا كده بالزبط بالبلدي بالزحليقة اللي بيبقى على أول الزحليقة ما بيلاقيش نفسه إلا هو في الأرض بالزبط كده الحاجة اللي بعد كده أنه يبتدي يجرب أو يحاول مع نفسه محاولات كتيرة جدا أنه يتعافى أو أنه يبطل محاولات فاشلة كتير للتمطيل بعد كده المشاكل الكتيرة اللي بتحصل بسبب المخدرات مشاكل أسرية مشاكل اجتماعية مشاكل قانونية مشاكل مهنية وغيرها محتاجين بس ثلاثة من الأعراض التمانية اللي احنا قلناهم دول عشان نقدر نشخص أن ده إدمان شخصنا وطلع إدمان تمام بمجرد أنه هو الشخص عارف من نفسه أنه هو عنده مشكلة تعاطي مخدرات أو الأهل لحظه ده على ابنهم لازم عليهم التوجه فورا إلى أحد أماكن إما عيادة طبيب نفسي مؤهل ومضرب للتعامل مع حالات خصص في علاج الدمان أو التوجه إلى مصحة نفسية أو مستشفى نفسي يوجد بها اسم علاج الدمان كويس حد شاف الحلقة وقال طيب أنا عندي حد مدمن لاحظ ثلاثة أربع أعراض من دول وتوجه لدكتور أحمد العواضي في المركز الخاص دلوقتي أول مرحلة هي مرحلة ديتوكس أو مرحلة أنت بتحاول تسحب مرحلة أعراض الانسحاب أعراض الانسحاب كويس كده طيب المرحلة دي كتير من الناس بتخاف منها جدا سواء مدمنين أو أهل عزين نشرح طبيعة المرحلة ناس كتير بتبقى متخيلة أن مرحلة أعراض الانسحاب هي دي علاج الإدمان للأسف مرحلة أعراض الانسحاب هي أبسط مراحل علاج الإدمان المرحلة دي بتتراوح مدتها من أربعة أيام على أقصى حاجة خمساشر يوم المدمن بياخد فيها أدوية الأدوية دي بتساعده على أنه يتخلص من أعراض الانسحاب بسلام وهدوء ومن يجرأ أي مشاكل كتير جدا بيحصل بعض الأعراض البدنية مع المقدرات أو النفسية ويمكن ده هياخدنا النقطة أن منتشر عند كتير من الناس أن الحشيش مش إدمان الحشيش من أخطر المواد المخدرة اللي منتشرة خلينا أقاط حارك في النقطة دي الحشيش فيه بيتحط جواه بعض الحاجات اللي بتتطحم فيه عشان تزود كمية الحشيش فبالتالي فبالتالي بتبقى تأثيره سلبي غير له هو حشيش بيقر فعلا تمام الاتنين زي بعض برضو الاتنين زي بعض والاتنين في الإدمانية وفي المشاكل صحيح المخلوط أخطر ولكن الحشيش البيور حتى بيعمل مشاكل كبيرة جدا وحتى ده ثبت علميا أن الحشيش البيور ناس كتير بتأجده لا هو أكيرا كده الاتنين بيعملوا مشاكل سيكلم على خطورة يعني هي حاجة خطر أصلا وتقوم حطت جواها حاجة أخطر فانت بتتوقف الخطر أن الحشيش بيعمل كذا مشكلة أول حاجة أنه ناس كتير بتأجده علشان يزود القدرة الجنسية وده منتشر شعبيا والجريب أن الحشيش بيقلل هرمونة استيسترون هرمونة ذكورة عند الرجالة الحشيش بيقلل القدرات المعرفية بشكل كبير جدا بيعمل حالة كده بنسميها احنا اموتيفيشنال سندروم يعني متلازمة مقصة دافعية يبقى البني آدم قاعد كده عنده نوع من البلادة اللا مبالاة الشعورية واللا مبالاة بشكل ضخم جدا أنه ما بتحركش من مكانه ما بيعملش أي حاجة في حياته الأكتر من كده والأخطر أن الحشيش تبع كاتيجوري من المواد المهالوسات أنه بيدخل في أعراض نفسية شديدة جدا بيسميها احنا أعراض زهنية لما بيدخل المريض في الأعراض الزهنية دي ممكن يعمل أي حاجة تتخيلها ممكن يقتل ممكن يسرق ممكن يزني ممكن يعمل أي مشاكل أو يقتصب ممكن يعمل أي مشاكل ممكن تتخيلها الحاجة التانية برضو اللي عايز أأكد عليها أن إدمان الكحوليات ده لازم يتم داخل مصحة إدمان الكحوليات كمان بالزاد نقطة مهمة لازم يتم داخل مصحة لأن أعراض الانسحاب الكحوليات خطيرة جدا قد تؤدي للوفاة يعني أعراض الانسحاب مرحلة الديتوكس بتاع الكحوليات أخطر من بمراحل بمراحل كمام كده دي مرحلة أعراض الانسحاب المضمن خلص أعراض الانسحاب من أربعة أيام لخمس عشر يوم بيأخذ أدويته بينام كويس بيأكل كويس دنيا تمام خلص أعراض الانسحاب سريعا بقى كده هنقول الخطوة تانية والحلقة الجاية ان شاء الله هنكمل باقي الخطوات لأنه وقت الحلقة قارب على الانتهاء أنا كده معالكتوش أنا كده مجرد أن أنا فضلت اسمه من المخدرات علشان العلاج العلاج هو إيه؟ التأهيل أو حاجة كده احنا بنسميها التأهيل التأهيل ده مجموعة من البرامج ليه برامج كتيرة جدا لمساعدة المضمنين على التبطيل الفكرة القائمة عليها التأهيل هو التغيير في دايرة كده بنسميها احنا دايرة التغيير بيبقى سريعا كده ها وضحها لحضراتكم أن البداية بيبقى المضمن في حالة بنسميها حالة الانكار عن طريق البرامج العلاجية اللي بتبقى محضوطة العلاج المعرفي السلوكي وعلى نوع علاج تاني اسمه زيادة الدافعية مطلوب ان احنا ننقله من مرحلة الانكار دي لمرحلة الاستعداد انه انا معترف ان انا عندي مشكلة بس انا ممكن افكر معك بنسميها احنا مرحلة البري كونتنبليشن بعد كده مرحلة التجهيز او خلاص انا مستعد دلوقت ان انا بطل انا عندي مشكلة حقيقية فعلا قدرك بقى بالزبط بس انا محتاج اللي يقول لي فين الطريق للتبطيل بعد كده مرحلة التغيير نفسها وفي خلال كل المراحل دي المدمن بيتعلم مجموعة من التكنيكس او مجموعة من المهارات اللي يقدر ان هو يتحكم فيها في الفكرة الادمانية لما بتجيبه علشان ما يتبعهاش بسلوك علشان ما يحصلش الانتكاسة مرة تاني كويس دكتور احمد سؤال واضح وصريح هل المدمن المتعافي قادر على مساعدة او العمل داخل مسحة لعلاج مدمنين اخرين اقل المدمن المتعافي شخص مر بتجربة التجربة دي اكتسب منها مجموعة من الخبرات كوني مريض سكر مش معناها ان انا اقدر اعالج السكر وكوني مريض قلب مش معناها ان انا اقدر اعالج مشاكل القلب فالمدمن المتعافي ممكن ان احنا نستفيد به انه ينقل خبراته والمشاكل اللي مر بيها والنجاحات اللي مر بيها للمدمنين اللي زيه لكن هو ما يقودش العملية العلاجية بش اي شكل دكتور احمد العودة خصاء طب النفس مستشفى العباسية للصحة النفسية مشاهدين الكرام في كل مكان يعني لحد النهارة خلصنا الفقرة الاولى او الجزء الاول من مشكلة الادمان اللي انا شايف ان هي المجتمع لن ينهض ولن يتحسن ولن ينصلح حاله الا لما نعالج مشكلة زي مشكلة الادمان اللي هي بقت نسبة كبيرة جدا في مصر بيعانوا من الادمان سواء علانية معروفين او نسبة غير معروفة ان شاء الله شوفكم حلقة جديدة والحد بشوفكم الحلقة الجاية لكم من كل التحية والتخدير انا خالد سقر والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته